يقول أنا رجل مصاب بضيق في صدري ونكد وأحيانا أريد الانتحار وأنا أرتكب ذنوبا ومعاصي فأرجو توجيهي عليك بالصبر والدعاء وأما الانتحار هو قتل للنفس والذي يقتل نفسه في النار كما دلت على ذلك الأحاديث الذي يقتل نفسه يدخل النار كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة وهو يدل على الجزع فلا تجزع ولا تسخط ولكن اصبر واستعمل الدعاء وأكفر من ذكر الله عز وجل وانتلاوة القرآن وأشفيك الله إن شاء الله